أعظم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلة سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأخص الذي باركنا أوله لنوريه من آياتنا سبحان الذي أسرى بعبده ليلة وآتينا موسى الكتاب واجعلناه دل بني إسرائيل واجعلناه دل بني إسرائيل إسرائيل ألا تتخذه من دوني وكيلاً واجعلناه دل بني إسرائيل إنه كان عبداً شكوراً واجعلناه دل بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض لتفسدن في الأرض مرتين واجعلناه دل بني إسرائيل واجعلناه دل بني إسرائيل واجعلناه دل بني إسرائيل أسراء وعد أول ما أبعثنا عليكم عباداً لنا عبادا لنا عبادا لبأس شديد فجيس خلال الزيار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الغوى إنه إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مروة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم ددنا فتدلا فكان قابط سيني أو أدنى فأوحى ما كذب الفؤاد ما رآه أفقى 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 فأتمارونه على ما يرى ما كذب الفؤاد ما رأى فأفك بارونه على ما يرى ولقد رأى ونجلة أخرى عند سدرة البنتها عندها جنة المأوى إذ يغش السدرة ما يغش ما زاغ البطر وما طغر لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا إبراهيم ما رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لي أبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قَالُوا أَجَدَنَا أَغَبَ قَالَ لَقَدَ كُنْتُمْ أَنْكَ كُنْتُمْ وَأَبَاءُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِ أَمْ أَمْتَ مِنَ الْمَاعِبِينَ قَالَ بَا رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُمْ أَوَاتِهِ فَطَرَهُمْ وانا على ذلك من الشاهدين ودى الله لأكيد أن أصنعكم بعد أن أطولهم متاثرين فجوى لهم جزالا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا وإنه لمن الضالمين قالوا سمعنا فتعي يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم يا إبراهيم يا إبراهيم قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا سبيل هذا فاس向هم إن كانوا ينطقون قال ما الفعله كبيرهم أهذا فاسألهم إن كانوا ينطقون صدق الله العظيم